أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج سبوتلايت عندنا النهار ده أخبار فرنية كتيرة جداً وكمان انتروبيوز مع كل النجوم اللي انتو بتحبوهم والله عنعرف منهم؟ ايه آخر أخبارهم وحكاتهم كل ده اكس كلوس بوبس لبرنامج سبوتلايت ويلا بينا نبدأ حلقتنا النهار ده ومعانا نجم متميز جداً طالع لي جده جده كان نجم كبير قوي وناجح نجاح كبير جداً معانا النهار ده لأول مرة في سبوتلايت النجم المتقلق وعمر الشيناوي النهار ده بيناورني وبيشرفني النجم المتقلق اللي يعني هينور برنامج سبوتلايت النهار ده النجم وعمر الشيناوي أهلا بيك أهلا بيك كونيست من الكلب ان انتو ناشيت جداً تصحى من بدري وحاجات كده إزاي؟ إزاي قادر تحافظ على الموضوع ده والله همش بمزاجي قوي يعني هو الموضوع هوا هي سعبة درجائية أنا تعودت ان انا بصحى تمانية الصبحة أخري فمهما بنام مهما التصوير مثلاً أخذني لحد الساعة خمسة الصبح بنام خمسة بصحى تمانية لما اتأخر قوي يعني هصحى تسعة الصبح يعني السيدة بنسبة طبعاً لمواد التصوير انتم ممكن تعودوا مثلاً بيومين تلاتة مطبقين وبرضو هو نفس النظام حتى وقت التصوير وبتعبان يعني بحسني محتاجة نام بس ما بعرفش ما بتعرفش البيت عندك برضو كده المدام وحسون مواعدهم كده ولا إيه الأخبار هو حسن مواعده بقى قابلين كلنا يعني حسن باسعة خمسة ونص صبح في البيت وحركت في البيت بتبتدي هي غالباً هي اللي بتصحيني يعني اللي بيبص دايماً عندك انستجرام بيشوف دايماً فيديوز اللي حسن وانت بتحاول تخليه يتكلم ويرد وراك بتعمل في ايه انا اللي بعمل في ايه هو اللي بعمل في ايه هو اللي باهدلكم شخصيته قوية بقى جداً جداً ربنا يخلوه يقول لكم يا رب ويحرصوا الفيديوز ببتاع تقولوا ورايك وسأوا أنتوا طايبين عيد سعيد هو بقى عنده الدي دلوقتي سنتين ونص بس هي الفيديوز دي بدأت ان انا في الاول عملت فيديو صغير كده لي انا وهو لما كان لست أوصورة كانت اول ما اتولد يعني فالناس الفانز بتدوا يتكلموا عليه كتير وابتدوا يسألوني عليه كتير فعشان كده بتديت احاول اتنجج حسن في السوشيال ميديا لان هما بيبوا مبسوطين ان هما بيشوفوه فالموضوع بدأ من كده فبقيت اقول له كله كله سنوط طايبين فالاول ما كانش بعرف يتكلم بعدين ابتدى تطلع منه يعني الموضوع ابتدى يعني يختلف كمان مادين والورايا كذا والورايا كذا بعدين ما شاء الله اللي اسمايل بتاعته يعني خاصة بقى متعود على الكاميرا يعني اتشاهدتوا يطلع موهوب برضو يعني يعني اتشاهدت بيحب الكاميرا يعني هو بيحب يتصور ويقعد يقول لي نعمل ناخد صورة يعني هو مبسوط بالموضوع وارث منك ايه حسن هو وارث من اختي اكتر مني يعني هو طالع شائي جدا جدا انها مختلف اسمها ايه? ايه ماị ما تسبريش منيننا ايمان مش اومر مش اصدرا اه اه يعني احنا من الولان ايه بس هي اه هي ايمان لان اسم ايه وهو وارث م فيس شااوة ايه ها وارث من ايه شاوة اه ايه کتشανونة يعني معلش انا بافضحه حدث يعني كتش عنونة وصغره هو طالعش عنون زيها اه طيب ايه تاني منك انت طاب خلاص اريفنا انه ماخب من ايمي الشاوة انت ما لكنه في حاجات تانية غير شئاوة هو ورئيس هو ورئيس مني ان هو بيصحم قريف انا بصحم ان ام قريف اوكي اه دي دي واخدها مني بالزبط يعني اه 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 ورس مني ايه تاني اه ورس القورة القورة بالحواجب كده يعني في حاجات في الشبه بحسه شبهي جدا اه انما في الشخصية لا احنا مختلفين عن بعض تماما هو راجل شخصه قوي جدا الواضح في البيت اه اه هو مسيطر هو مسيطر وكمان يعني من لسه حصل لنا موقف من من اسبوع بالزبط هو بيحب اي حاجة فيها مضارب فامامته جابت له مضرب تانس فاخد المضرب وراح خبته في التلفزيون فكسر للتلفزيون من اول والاخر اه فانا طلعت اسمعت الصوت فطلعت فببص كده فلاقيت واقف قدام التلفزيون فبقول له مين اللي كسر التلفزيون راح مشاور على اخوه حمزة قال لي حمزة اصلا ملقى حمزة ومش هو دي لبس حمزة لو مسلا نروح للتمثيل انت شايف مسلا الاختيار هو كان بوابة التغارف لعمر مع الناس ولا الاختيار اه لا اه كلبش 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 والأب الروحي يعني دول كانوا اكتر اتنين اللي كانت البداية اصب منهم يعني بس الأب الروحي حصل طبعا ان هو مشاهدة عالية جدا وكلبش برضو اجزائه يعني كلها نكحت برضو بس اتفاعل الناس معي في الأب الروحي ما كانش لطيف يعني الناس انا كنت طلع شخصية بالذات في الجزء الاولاني شخصية مريبة كده ومش مفهومة وبتاع فالناس ما حبتنيش يعني دايما كانوا كرميني فيه طب انت ما خوفتش ان هي الشخصية كانت مش الشخصية للناس تحبها يعني هو انت ده نجاح ليك ان هي الشخصية في الحقيقة ما تتحبش انت كده انت عملت الدور حلو بس انت ما كنتش خايف ان تبقى يعني ايه بابة التغارف كده بينك والناس يقفلوا بينك شوية زي ما بيتقال هو بوسي احنا القبر روحي احنا كلنا دخلنا مش عارفين ادوارنا ايه فانا في الاول اتقالي ان انا دوري كان دور صالح العطار اللي هو كان ابن زين العطار الرئيسي وبعدين حصل شفته وتغيير ومش عارف ايه في الاخر بقى دوري زين العطار اللي هو ابنه اللي مش شرعي اللي كان ما ما يعرفش عنه حاجة وقصة كده يعني فالورق ما كانش مكتوب فاحنا كلنا كنا ماضين المسلسل مش عارفين احنا دخلين على ادوار ايه فانا ده اللي جالي ففي الاخر انا خلاص تمام ارتضيت بالربنا اسمهولي واشتغلته طبعا يعني مفهومي عن التمثيل وخبرتي في التمثيل ما كانش عندي ولا مفهوم ولا خبرة يعني الاثنين فكت لسه بخبط مش عارف انا رايح فين والحد النهار ده انا لسه يعني بتعلم طول النهار بس هي الفكرة ان انا الاب الروحي ده كان بالنسبالي التجربة وقوف قدام الكاميرا ولوكيشن وكرو وقصة ما كنتش فاهم ايه كل حاجة فبداياتا من كلبش ابتديت شوية ابا مرتاح سنة ابتدى الدنيا تفك سنة فبداياتا والدور كان شخصية ولا الجدع وبيوقف مع وقف مع امير واللي هو السنين الاثاري ده هو يعني كتف بكتف زي ما كان بيدقات دايما فده الناس حبيته حبيت الشخصية الجدعة اللي واقف اللي واقف في ظهر مديره اللي كان طول الوقت معاه حتى لو هو اتقذى منه بس هو كان واقف في ظهره فده عجب الناس وبتديت بقى اشوف رد فعلي من الجمهور لطيف في الشارع بقى كنت بتشوف ايه امر في الشارع لا انا في الاول خضيت يعني انا انا مكتش مجمع خالص يعني انا بمثل اه وعارف ان انا بطلع قدام كاميرا وعارف ان انا بطلع في التلفزيون بس ما كانش فيه مردود عند الناس ام فانا انا فاكر اول مرة كنت واقف في حتة فلاقيت واحدة جاي بتقول لي بتديني الكاميرا وبتضحك امم بايز ايه انا تتصور معك اه 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 فانا ما فهمتش فوقت عشان صورها مع صاحبتها فهي ما فهمتش برضه فبتقول لي لا احنا احنا عوزين نتصور معاك فارب الله ليه? ليه? يعني ما كنتش فاهم لسه المردود ان الناس عايزة تصور معي. ابتدى ابتدى بقى بعد كده يحصل تفاعل 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 وبتدى انا حد ده هرده لسه بتفاجئ برضو يعني بس اه 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 انا فاكر مرة برضو موقف كان يضحك قوي كنت ماشي في المول وبعدين واحدة جنبي ماشي جنبي عادي فبصت جنبها وبعدين مرة واحدة راح اه 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 انا حملت ايه? انا نعملت لك ايه? انا نعملت ش حاجة والله. بتصوت بتصوت بجد فهل هو اتخطين بس انت اكيد يا عمر انت في مدرسة من انت صغير انت متعود الناس هكيد بتشاور عليك يعني حافيد النجم الكبير كمال الشنبي فانت اكيد من انت صغير متعود شوية ان مسلا صحبة جودك اده هو انت جده النجم الكبير يعني انت ممكن تكون نوعا ما شوية? لا خالص انا بالعكس كمان. اه يعني انا انا من الناس اللي أنا خجول ويمكن يعني حاجة ما بحكيهاش كتير بس أنا أنا طول عمري كان بيحصل عليها تنمر فأنا كنت دايما بكش من وجود ناس كتير بحاول ما تواجدش مع مع مجميع يعني دي كتت حاجة بت بتخوفني فلا كنت أبعد ما يكون عن أن أنا يكون تحت السبوتلايت يعني. طب ليه كان بيحصل لك تنمر وانتوا صغير؟ والله ما عرفش يعني. هل كنت مثلا من الشاطرين قوي فالناس بتتدائم بس مافتكرش نهي بسبب الشطارة هي يعني كان غالبا معرفش أنا كنت أصغر من دفعيتي شوية يعني دخلت المدرسة بدري فكنت دايما حجمي صغير الناس مسكة بالتالي عليها مسلا شعري ناعم فالهو اللي هو إيه ده يابو شعري ناعم طبعا مليف شعري يعني في حاجات كده ما كنتش بفهم إيه سببها بس عاشت مع الموقف ويمكن يعني يمكن ده كتت فترة في حياتي قوتني أكتر بكتير من من هي أثرت عليها وقوتني الاتنين بس داتي قلت حاجة مهمة قوي إن من شخصية خجولة وهو صغير لشخصية مثلا بتخاف من التجمعات لشخصية بتحصل لها تنامو إنها أنت تعمل شفت ده وتبقى الشخصية الجريئة وتقف قدام كاميرا طبق ملايين يشوفوك من محيط للخليج يديرت إزاي تعمل النقلة دي بص هي النقلة دي أنا كنت حاسسها أنا كنت محتاجة أعملها لأن أنا كان عندي مشكلة أنا كنت يعني أنا اللي حصل لي في حياتي سبب لي مشكلة نفسية واللي أنا كنت بقوله لك خجلي من الأماكن اللي فيها ناس كتير وأن أنا أقعد على ترابيزة مفتحش بوقي أنا ما كنتش أتكلم خالص لو عادت مع ناس معرفهمش لو كنت عادت معاك زي كده كنت بيتطلع مني الكلام بالعافية فأنا كنت بالنسبة لي أخدتها زي ما يكون تحدي أنا هكثر ده في نفسي وكنت عارف سببه جاي منين بس ما كنتش عارف هتغلب عليه فالتمثيل هو يمكن السبب أن أنا ابتدى ده يفك فيه يعني هو هو الفراض علي ده فوفكيني وريحني أنا حسيت أن أنا هو عالجني فعلا يعني أنت لو كنتش قلت لي موضوعات أنا كنت عمري ما هعرفه ولا أنا ولا أي حد أنت زي ما أنت بتقول لا أنت قاعد وصلت من نفسك وأنت بتتكلم يعني فيه أحيانا الناس تقول لك أنا ما بتكسفش من الكاميرا بس أنا ممكن أتكسف من الناس لأ أنت مانش عليك خالص الحمد لله يعني في مرحلة الشفاء من الموضوع الزابط بقى أن أنت تبقى في سليم يعني تبقى في كلبش مع سليم الأنصاري دور الزابط وكرر الدور ده عملته بعد كده هل أنت كنت خايف وأنت بتعمله تاني ولكن شايف أنه هو كل دور مختلف أننا أقراره كذا جزء أو أننا أعمله في الأختيار بردو كزابط أن انت يعني أن يكراره كذا جزء أنه في ناس تخاف من المسلسلات الأجزاء ده أول حاجة وأنه أنت بردو في الأختيار برضو عمالته تاني وطيّد منه بس هو النجاح كان وبسابة بيتر ميمي يعني والشركة الانتاج كان في نجاح فالنجاح كمل الجزء التاني بسلاسة جدا ما كانش فيه مشكلة. انا ابتديت خاف من الجزء التالت. هل الناس هتبزهقت? هل ده هيبقى كتير قوي عليهم فالهو يبتدي قصة هتتعمل ازاي? يعني كان فيه قلق المسلسط الراح في افقاني اتجاه. وبعدين كمان زاد على ده ان هم قالوا لي ان هم هيموتوني في الجزء التالت. وعرفت ده من وانا بمضي. وجات لي ابضع كده اللي هو ايه اللي هيحصل? اول حاجة حسيت ان الشخصية دي هتنتهي. حزنت عليها نوعا ما. وفي نفس الوقت خفت مردود الجمهور هيبقى ايه? على ان الشخصية دي هتنتهي. هل هيقولوا ايه ده ارتاحنا منه وخلصنا? ايه ده لا ده كان. لاحزوا حدين فاردا. اه ما بقيتش عارف. والحد يوم لما يوم العرض. انا مرعوب. يوم عرض الحلقة بتاعت الاستشهاد بتاعت حسام. وانا كنت مرعوب من رد جمهور. وبعدين متفرجتش على الحلقة. يعني انا انا قعدت في البيت ومش بتفرج. وما بفتحتش السوشال ميديا. بعدين لقيت الناس بتليفونات تليفونات 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 تليفونات. ولقيت الناس الصحبي بيعتولي انت ترندنج على يوتيوب. انت مش عارف كاذا انت كذا انت كذا ايه ده ايه ده فبتديت افك كده وروح تفتح بتديت ابص لقيت فعلا في الناس بتقولها مش عارسين نكمل المسلسل ولا او حرام عليك وحسام ومش عارف ايه فحسيت ان الحمد لله يعني نتيجة التلات السنين طلعت بفايدة يعني. في الاختيار. الاختيار. اه. ما خفتش بقى من الاختيار بقى. ان انت النجاح كلبش كان كبير او. والاختيار طبعا يعني بعد ما تساع طبعا عمل نجاح كبير جدا جدا جدا. وخلى يمكن كمان اعمار وناس يعني انا بقيت اقابل مثلا ولاد ستاشر سنة واربعتاشر سنة عايشين برا مصر. مصريين عايشين برا مصر. اتفرجوا على مسلسلات معين انت عارف ان الشريحة العمرية دي ممكن ما بتتفرجش كاتا على مسلسلات اه اوي. انتوا فعلا بالاختيار رجعتوهم يتفرجوا ويشوفوا ويبقوا حابين وفخورين بالجيش ومبسوطين بالاعمال دي كلها. بس ده طبعا النجاح يعود للاختيار الجزء الاول. ام. يعني الاختيار الجزء الاول عمل نجاح كبير جدا. فبالتالي الجزء التاني اه طبعا برضو اخد من نفس النجاح بتاع الجزء الاولاني. طبعا النجوم بتواجز. تخاني تكلم ان كان فيه اختلاف برضو كبير حتى في طريقة الكتابة. اه طبعا. عشان برضو المؤلف تغير يعني فيه كان اه اختلاف كبير برضو. طبعا والديركشن بتاع الاتنين مختلفين عن بعض. صح. بس انا بتكلم كاسم. الاختيار الاولاني عمل ضجة وعمل حركة وطنية قوية جدا. فجي الجزء التاني اه اخد الموضوع في اتجاه الشرطة. غير الجيش. اه وده كان اه ونقل مواقف اكتر احنا كشعب عشناها. صح. يعني الاولاني احنا كجيش احنا ما شفناش اللي بيحصل في ده. صح كنا بنسمع عنه او بنشوفه في التلفزيون. هو فعلا الشرطة احنا كنا لمسينا موضع في الشارع اكتر. يعني جزء الاولاني كان كل اللي بيحصل كتمدهمات وحجات بتحصل جوه الصحراء. اه في سينا احنا ما نعرفش عنها حاجة. ما بنشوفهاش. ما نعرفش فوتوج. اه. سمعا عن المنسي. بس ما نعرفش الشخصية. ما نعرفش حقيقته. ما نعرفش اي حاجة عنه. الاختيار الجزء التاني اللي كان بيحصل ده كان احنا عيشينه. صح. يعني ده كان واقع الشعب بقى اللي شايفه المزهرات اللي في الشوارع. التفجيرات. فده نقل منظور مختلف تماما عن الجزء الاولاني وكمل بالنجاح اللي الجزء الاولاني عمله. طبعا فيه نجوم عظيمة كريم عبد العزيز وإحمد مكي اللي اتنين يعني نجوم عظيمة فما كنتش خايف منه خالص لان كات من الاول. ما هو برضو عمر احيانا بيخوف اكتر ان انت تبقى داخل على مسلسل الجزء الاولاني عامل نجاح كبير جدا. وانه الجزء التاني تبقى بناس تانية كمان. يعني. لا الموضوع كان كان باين من الاول ان هو رايح في بتحس ما عرفش فيه حاجة بتتحس كده ان الموضوع ده رايح في سكة مزبوطة. آآ والدور بتاعي كان دور بالنسبة لي يعني حتى كان دكتور كيتر ميمي كلمني في التليفون قال لي انا محتاجك في الجزء التاني. فورتنا تحت امرك طبعا في اي حاجة وبالزت يعني الاختيار يعني ده مش هقول يعني مش هتكلم حتى انا دوري ايه. فراح قال لي لا احنا عاوزينك في دور آآ ظابط آآ ايتش ار اف اللي هما قوات انقاذ رهائن آآ في الامن الوطني. وآآ الظابط ده آآ يعني ظابط ناشف وما يعني مش زي الحسان في 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 الكلب الشخصين مختلفة تماما. ده واحد بينزل ينفز مهمات. هو ما بيتعملش في تحقيقات وهو ملوش في الجو ده هو داخل. هو عنده ميشن بيخش يعملها ما بيفكرش أصلا. اللي قدامه ده ايه. يعني هو شخص ده. فدي كب بالنسبة لي لذيذة. وحتى انا ما كانش عندي كلام كتير اوي في المسلسل. انا كان كله مهمات. مهمات صح. اه. فده ده كان عاجبني في الدور. انه هو مستيريس اوي غامض واحد داخل بيعمل حاجة. جد اوي. جد هو داخل بيه هو شغل. اه. فهو اه كان كان وجهة نظر مختلفة بالنسبة لي وشخصية مختلفة تماما. اه. فعجبني عشان كده. هل الشخصية في الحقيقة قابلتها? قابلته. اه. قابلته. هو ما اسموش عبدالله بس اه. 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 هل في حاجات نقلتها من شخصيته وشبهها في الدور? ما كانش فيه المساحة دي. يعني الدور ما كانش فيه المساحة دي. اه. هما ما جابوش الحتة الانسانية بتاعته. هما جابو شغل. شغل. اه. يعني هو في مركز التدريب وبعد كده هو في البيان بينفز مهمات. اه. انما في في الحقيقة هو بني قدم لطيف جدا يعني. جدا. لسه القائناة مع النجم عمر الشناوي مستمر مع حضراتكم. هنطلع لبريك اعلاني وهنرجع على طول وسبوتلايف. وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه القائناة الخاص جدا والحاصري مع النجم عمر الشناوي مستمر مع حضراتكم. هنعرف منه ايه حكاية التحدي العمل في الدراما. مش بس كده تفاصيل تانية كتير. اكس اكتلوسيف لسبوتلايف. ازاي قادر تحافز دايما على الشيب. ان انت دايما كل الادوار بتاعتك. الزبط بتحرك بها في اكشن في حركة. فازاي عمر قادر دايما يبدأ على الاكل شوية يخافز على الشكل على الحجم على كل الحاجة انتي. انا انا رياضي من وانا صغير جدا. انا الرياضة دي متعتي في الدنيا يعني. فانا لعبت رياضات كتير جدا. انا كنت بلعب تايكوندو. دي اول حاجة بدأتها في حياتي. فضلت لعب تايكوندو مثلا حوالي اربعتاشر سنة. بعد كده انا قلت على سكواش. بعد كده بقيت بعمل بقى حاجات في النص بقى بلعب بوكس. يعني بجرب رياضات كتيرة جدا بعمل كايت سيرفنج بعمل بروح الجيم طبعا. ودلوقتي بلعب تانس. فانا طول الوقت بلعب رياضة. وفي نفس الوقت الاكل انا مش اكيل اوي. يعني انا بحب الاكل. بس مش يعني ماكلش كميات كبيرة. فدايما باكل كميات صغيرة دايما بحاول اركز اوي ان مسلا مايبقاش باكل نشوائي كتير ماكلش يعني العادي يعني. لو جالك دلوقتي مسلا دور حلو جدا سينما ودور حلو جدا فيديو. تحب تاخد من فيهم اكتر. سباشا انت كمان جربت راتنين وجربت النجاح الفيديو في رمضان. هو انا مفكرش اوي سينما ولا فيديو. لان المنظور ده شبه تغير شوية في الاواخر السينيين الجاية. البلاتفورمز والحاجات الحركة اللي بتحصل وبذات بعد الكورونا كمان. الحركة اللي بتحصل غيرت فكر ان هو ممثل تليفزيوني ولا ممثل سينمائي. اه يعني انا مسلا بشوف على مسلا منصات اللي هي العالمية يعني. بتلاقي مسلسلات مسلا بتتعمل مسلسلات كوري اسباني. بيتعملوا بالشباب ما حدش يعرف عنهم حاجة يعني من دول مختلفة. سباشر كمان الكوري الفترة دي عمل نجاح كبير او اذا كان غنى او تمثيل. وبيطلعوا وبينتشروا في العالم كله. واكتر من السينما. يعني بيعملوا نجاحات يمكن اكبر من السينما بكتير. فالمنظور العالم بيحصل له او تغيير في اتجاه مختلف عن الفكرة بتاعت زمان اللي هو السيلفر سكرين والتي في يعني الموضوع كان بقى تغير. فانا دلوقتي ما بقيتش بفكر بالمنطق ده. انا طبعا نفسي اشتغل سينما. لان السينما بتدي بتبزيل الشخصية بتبقى مركزة قوي. بيبقاش عندك مالية مساحات. مفهاش تمثيل. يعني مش مفهاش تمثيل بس مفهاش. سعب بيا فيه مشاهد. انت ازاكشن وقتها هي مركزة قوي. يعني انت في الفيديو بيبقى عندك مثلا تلاتين حلقة او اكتر شوية. بيبقى عندك تمثيل كتير في مشاهد ممكن ماكونش زاتة مغزة قوي. انما في في السينما كل مشهد مؤثر. مؤثر ومهم جدا. اه. اه. فده اللي نفسي اجربه. يعني انا اشتغلت السينما بس لسا الفيلم منزلش. فانا ما اعرفش النتيجة بتاعتوه اتبع من ازاي. اه انما نفسي نفسي اكتر من شغل السينما يعني. تو هنا اتكلم عن الفيلم اللسا هينزل. تحبت تقول لنا ايه عنه الدور. الفيلم اللسا هينزل هو انا مش عارف سكتجولد ان ما ينزل امتى لان حصل عليه مشاكل شوية. بس الدور كان دور دور غريب علي شوية يعني كان هو كان انا و احمد عبدالله محمود. وهو بيعمل دور هجام شوية. وانا بعمل دور واحد رجل اعمال بس هو شغال في شركة عمه. بيحصل ظرف ان الهجام ده بيهجم على شقة عمه. وفي خلال الاحداث دي هما الاتنين بيقلبوا بيبقوا اعداء. ده بيحاول يجيب ده وده بيحاول يهرب من ده. يعني. حلو الساسبنس دور. اه هو الساسبنس كده. هو الفيلم المجدود اوي فيلم اكشن اغلبيته. آآ وفيه تويسس قوي اوي. يعني الفيلم حلو. بصراحة قصة كتعجبين. انتم هتاخدونا يمين وتجيبونا شماله. آآ جامد يعني. هنشغل مخدة كتير الوقت ما هيكو في الفيلم. انت بتحب ايه السانيمة العالمية بتحب تتفرج عليها? هل بتحب الاوروبي بتحب هوليوودز بتحب الهنزي? هل مسلا تعرض عليك عمل آآ بابان اعرب. آآ لو بيقال عليه مسلا من دول مختلفة دول العربية مختلفة. هتبقى حابة بتعمل حاجة شباك كده? انا بحابة بعمل اي حاجة. حلوة. يعني. آآ على السكريبت المخرج آآ شركة الانتاج. يعني دول التلاتة. دول اهم تلات حاجات. اهم تلات سكريبت. يأتي بعدها الاخراج وشركة الانتاج مع بعض. لو التلاتة دول اجتمعوا قوي. العمل يعني عادة بيبقى مزبوط. لان المخرج القوي مهما كان معاما ممثل مش قوي. هيطلع كويس. يعني فالدول اهم تلات عناصر. فلما التلات عناصر دي بتجتمع بالنسبة لي مزبوطة. انا بابقى تمام من اشتغل في العمل. اما معيش انا ركا معاك وارا شوية. اما رحتلهم في البيت انت دارس حاجة تانية خالص. اما رحتلهم في بيت انا قررت امثل. قالوا لك ايه? هيبوس هي حصلت بالطريقة دي بس مش قوي. هو انا جات لي الفرصة. فانا وجات لي عن طريق شركة الانتاج اللي هي كتصفنون مصر. اه. هم قرروا ان هم هيقدموا وجوه جديدة. ودخلونا ورشة تمثيل. فانا ما رحتش قلت لهم انا همثل. انا قلت لهم انا باخد كرسي تمثيل. اما بداية برضو لك ايه يا راجل انت احنا متعلمه. لا 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 عادي عادي دي ما كانش فيها مشكلة. وانت راجل بتذاكر حاجات تانية وانا يا عملتك هنا. دي ما كانش فيها مشكلة هي المشكلة بتاديت حصلت وقت لما جالي الدور فعلا. وفاكرة كنت قاعدة سوأ عادة ع 다니لة فا اس.. فقالوا لي هاعملت ايه في الوارشة وكدة فاقلتني ما تقابلت في الدور وخلاص انا هعمله. فمرة المرضود كان غريب يعني الاغلب كان هو معترض. مستغرمين اوي وانت مهندس مهندس ناجح. وا لايه? وما ولا كدبش مهندس دا 54 بنا انا. حتى اتقدم لبنتي مهندس او ممثل اختار مهندس. اه فقلت له مش يعني ده مش هدفي في الموضوع. انا كنتش حتى لسه متجوز يعني. اه وبعدين انا ما مهتمتش بكلام الوحيد اللي كان قال لي كلمة يعني كويسة كان عمي. قال لي اللي انت حاسس ان انت هتنبسط فيه امشي فيه. قال لي اللي انت حاسس ان انت هتحبه كمل فيه. فقلت له انا ابتديت الهندسة بتاعت خنقني شوية وبتديت بحاس ان انا مفيش جديد في حياتي يعني اذا انا فعاوز اعمل حاجة جديدة قال لي لو انت حاسس كده اعمل كده. وده كان الوحيد اللي كان وقف في ظاهري يعني. اومر دائما بنسمع ان الفن مش مضمون. انت يوم شغال ممكن تقعد شوية ما تبقى الشغل. وانت معاك شهده يعني وتعبت فيها وزكرت فيها كثير قوي. ما فكرش عندك مثلا بيزنس تاني عندك حاجة تانية باراليل مع التمثيل. بوسي هرد عليك في السؤال ده بطريقتين. الجزء الاولاني مضمون هو ما فيش حاجة في الدنيا مضمونة. اكيد. يعني ما فيش شغلانة في الدنيا مضمونة. انت ممكن بكرة لو انت موظفة ممكن بكرة تترف دي. بسا. يحصل في الشركة يحصل اي حاجة حتى لو اواتي نعشة. يقولك مع السلامة مش محتاجينك. فما فيش حاجة في الدنيا مضمونة. فحطة الخوف من من الغيب دي. من بكر. مش منطقية لان انا كده كده عمري ما عارفة غيره. فأنا ما عنديش الخوف من الحتة دي. حتة بقى ان انا عندي بزنس انا قرادة عندي بزنس انا عندي مكتب مكتب هندسي وشغال لحد دلوقتي. انا عمري ما بفكر في فكرة انا الفلوس جاية لي منين هو الرزق على ربنا. طب ما بتلع بقى شخصية الممثل وتروح بقى الشخصية البش مهندس وانت في المكتب. الناس وهي تطلب معك برك انت بتقلب يا عمر او بيبقى فيك اختلاف ولا زي ما انت. بالنسبة لما بتفرجوا علي. لا يعني مسلا لحواليك وانت مسلا رايح بقى وعندك اردر وبتها ونزل ومركز وبتمثل. وبعدين النهاردة انا نزلت نزلت بش مهندس بقى انا راحي الشركة النهاردة. هل في حد يقولك انت بتتحول انت بتتغير يعني اصلاح. احنا بيشفوني هنا وبيشفونيش هنا. يعني اللي بيشتغلوا معايا هنا بيشتغلوش معايا هنا. في البيت بيبقوا حاسين. المدام عندك بتبقى حاسة مثلا. هي نزلت التصوير بالنسبة لي بتبقى انا بقى مبسوط. يعني. انت شو بتعمله بحب اوي. اه انا بقى مبسط في اوي. اه. وببقى نازل متحمس وبذاكر وبعمل يعني. وبتديت دلوقتي كمان يعني انا باهتم اوي بالمذاكرة. انا اصلا برضو الناس شرحت لي فكرة التمثيل غلط او عادات الناس بيقولوا على التمثيل حاجة مش حقيقة. يقول لك اصلا موهبة. فالواحد بيتخال ان هو المفروض يخش هو هيمثل لو مش مش هتعرف تمثل. اه خلاص. لا هو شغل. هو شغل وعلم ودراسة ومذاكرة مذاكرة بجد. انا ما كنتش فاهم ده اول ما دخلت التمثيل. لحد لما عادت مع ناس بتشتغل على الموضوع وفاهموني ان هو مش كده. وبتديت اقرأ كتب وليت ان الممثلين بتجتهد بتتعب. ففهمت ان لا ما هو مش مش ان انا اطلع اقول الكلام وحاول احس لا. مش كده هي بتدرس شخصية وبتعد تزاكر وبتجيب اكتن كوتش وبتعود مع بعض. لا الموضوع. وفي خبرة كان بتحصل مع الوقت يعني المشاهدة دي بتفيدك برضو. المشاهدة بتفيدك بس مش هو. مش كفاية اكيد. لازم مذاكرة. لازم مذاكرة مذاكرة مهمة وتعود يتقول لي ليه الشخصية هتقول الجملة بالطريقة دي مع الجملة ممكن تتقل بعشر طرق. انا ممكن مسلا واحد وانا دخل عليه بقول له ازايك. ممكن اقول له ازايك. ممكن اقول له ازايك. ممكن اقول له ازايك. يعني ليها كذا طريقة. صح. انا ممكن اقول بيها ازايك. وهي حاجة بسيطة. يعني انت وردت حاجة بسيطة او ازاي. دي احنا وانت بتقولي المشهد بتتفكري ليه المماثل هل هيقول الجملة دي بالطريقة دي ولا هيقولها بغل ولا هيقولها هو من تحت درس. يعني ليه كل جملة ليها مغزة. مهم المذاكرة في الاول الواحد كان بيخش يشروط الكلام وخلاص. مهم. لو مسلا هروح بقى الاساس كمال الشنوي يعني انا معلش لازم اتكلم عنه. آآ شفت لكم صور كتير قوي جميلة مع بعض وانت صورة كده وشايلك. ايه الادوار انت بتحبها له? آآ لا في ادوار كتير. بوسي انا افلام جدي وانا صغيرة هي فرقت معي مع المرحلة السنية بتاعتي. مهم. وانا صغيرة كنت محب الافلام اللابي يدوي سود هو وشادية والحاجات اللازيزة اللي بتبادمها خفيف كده. يعني كنت محب الافلام دي قوي. لما بتقيت اكبر بتقيت احبه لما بتديت اشوفه مختلف عن حقيقته. يعني هو شخصيته كان مرح ولطيف وبيهزر مع الناس وكده. لما بتقيت اشوفه بقى في ادوار آآ شر وأدوار مركبة شوية. ابتديت احب الاتفرج على الافلام دي. آآ شخصيته في الارهاب والكباب مسا من الحاجات العجبية جدا. تقطع وريكا وقزن به. آآ بس دول برضو مع وردو اختلاف العمر معاي خلينا شفناه في ادوار كتيرة قوي ومختلفة. يعني شفناه بس في افلام كوميدي. بس هو ما كانت بعمل كوميدي. وهو صغير كان بيعمل كوميدي. آآ آآ بقول لك يعني اما كيبر شوية بقينا مسا الدور اعرف اللي هو بيقول لك الافي بيطلع منه بكل بساطة واريحية كده. فلا هو ما شاء الله كان عنده ادوار كتيرة من اول الابد واسور لغاية الملاون جميل. هو جدي سو بدأ تمثيل وهو خمسة وعشرين سنة. نهى الكرير بتاعه وهو عنده حوالي خمسة وتمانين سنة. فهو قاعد فترة فترة عمره ستين سنة بيمثل. فدي طبعا خبرة. صحيح. وفرايتي في السن يعني انا انا الادوار اللي كنت كان بياخدها كشاب حليوة وبيحب البنات. لما بتدى يخش في مرحلة سنية اكبر بتدى ياخد ادوار تانية لما بتدى يخش في السن اللي هو الجراند بقى خلاص وبتدى ياخد ادوار مختلفة خالص. فهو عاش المرحلة من اولها الاخيرة. فبالتالي ادي انا فرايتي حلو جدا في التمثيل. انا مستطي جدا كنت معي النهار ده نورتني وشرفتني وكنت يعني سعيدة جدا ان انا بقالي فترة عايزة عابل عمرو رشد نهو بس مش عارفة قبل ومواعيد بتكون مختلفة. قعدت فترة طويلة كميبع عندك تصوير فكنت تكون مركز جدا. اه بتمنى لك يا رب كل التوفيق وكل النجاح. اه كل عمالك اللي فاتت قربت من قلبنا جدا. يعني اه عملت دور شر عملت كل الحاجات اللطيفة دي. بس بلدو كنا حبينا كدا. فبتبقى اتمنى لك يا رب كل التوفيق الفترة الجاية. ربنا يكرمك مرسي. مرسي لزواج. شكرا. خلص لقاءنا مع النجم مع عمر الشناوي. لكن لسه عندنا مفاجآت كتيرة جدا. والفقرة الجاية هيكون معانا النجم امير المصري اكس اكلوسيف لسبوتلايت. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه لقاءتنا الخاصة جدا. والحصرية لسبوتلايت مستمرة مع حضراتكم. بقتي هنشوف لقاء مع النجم متميز جدا. عمل نجاح كبير في السينما العالمية. وكمان في النجاحات هنا في السينما المصرية. وهو احدى ابطال فيلم راتسا معانا دلوقتي اكس اكس اكلوسيف لبرينامج سبوتلايت النجم امير المصري. بعد ما خلصت المهرجان القاهرة السينما الفاتت. اه اعدت شوية. كنت 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 كتب مع ماي الغيتي. وكنت بقول لها يعني انه متعرض علي حاجات هنا بس مش عارف وكذا وانتي داخل في حاجة وفكرة بتقول لي بالصدفة ان هي داخل في فيلم اسمه ريتسا وليسة يعني هنبدأ بعد شوية حلوين يعني. فبس وفي نفس مافيش كام يوم كده جالي مكالمة من الاستاذة ايمان يوسف. اه اني اني عايزي انا عايزي نتقابل عشان نتكلم على على دور حسام. فكلها كده حصلت كده صدف مع بعض كده وكنت حابب ان دور مختلف من الناس يعني شايفيني هوا لما. لما شافوا رمضان وشافو س Leaving شغل لناه كان شخصية. اه ريوش وبات بوي ومش حرف ايه. وكنت عايزي اطلع من الشخصية دي شوية عشان ده مش انا يعني ده مش ده كان امير من اتناشرة سنة مثلا بس يعني كنت حابب اعمل تحدي جديد يعني كنت عامل وكنت حابب اعمل حاجة ده رومانسي برضو يعني انا ده انا ما عملتوش قبل كده فان كنا انا اعمله مع اشخاص زي دي يعني ان انا امثل مع مع صحابي يعني مي ومريم دول صحابي يعني انا اعرفهم من من قبل قبل التصوير فكيميا كانت موجودة مكناش لازم نشتغل على الكيميا تبقى الروح انت لما تخشد اول يوم في الكواليس تبقى عارف ان لو الدنيا ريئة من اول يوم كده ما ما فيش توطر يا انت أدخل على شغل في امان يعني انه الناس فعلا ام حبين الشغل وعايزين يساعدوا بعض يعني ا диنا احنا كنا فعلا كمان في الكواليس في الكن من نقعد مع الأستاذ أحمد يسري المخرج والكاتب مع الأستاذ فتاحة كنا بنبص على مشاهد أنا ما ليش علاقة بيها خالص وعش كل ده عشان احنا عايزين نعمل يعني فيلم مميز وفيلم يتشاف وفيلم الناس يطلعوا من السينما مبسوطين فأنا أعتقد ان احنا نجاحنا في ده الناس كتير كانوا عايزين يشوفوا المجموعة دي هتبقى شكلها ازاي يعني أنا عمري مشوفت يعني لو حد قال لي في فيلم مع أحمد الفشاوي ومحمود الحميدة ومريم ومي وعشبان أهب يعني خلطة كده جديدة مش مكنتش موجودة قبل كده فدا كان اكسايتنك بالنسبة لي فأعتقد هيبقى حاجة مميزة للناس عشان يحبوا يشوفوا فيلم المجموعة دي بالشكل بعد ريتس أبقى في مسلسل اسمه روغ هيروز هينزل على بي بي سي وأبكس بيحكي عن الحرب العالمية التانية وعندي مسلسل على نتفلكس تاريخي بريطاني برضو هينزل السنة الجاية بقى برضو بكتب مسلسل قصير مثل حلقات مع واحد صاحبي من أمريكا اتعلمت الصبر شوية يعني لسه خلق دائق شوية في حاجات بس اتعلمت الصبر وتعلمت إن برضو لو بتحب شغلك لازم كمان تهتم بنفسك برضو وتهتم بالراحة وتعيش برضو مش بس تركز بس في الخطوات اللي قدامك بس بس و يعني وكمان الدائرة بتاعتي بقت أصغر يعني كل ما بقبر ببقى عارف إن ما أقدرش أفرق الأنرجي بتاعي لك هزا حد عشان هتتعب أنا لما كنت صغير كنت كان عندي الأنرجي ده الصعبات طبعا لما أنا كنت بره بشتغل بره كأمير يعني أنا اسمي أمير المصري يعني بره يعني ده اسم مختلف أو اسم غريب فإنك تلعب شخصية اسمه بن أو تشارلز أو أي حاجة كده بيبقى أصعب ولازم لازم تفرد نفسك ولازم تقنعهم إن أنت تقدر تلعب أي دور سواء عربي سواء أمريكاني أو أي حاجة يعني فدي خدت وقت مني فعشان كده أنا بعدت شوية من مصر عشان يعني أحط رجل هناك وحمد الله عملت كده ولعبت أشخاص يعني ما لهاش علاقة بالبادغراوند بتاعي يعني المعهد التمثيل اللي أنا روحتوه يعني من أحسن المعهد في العالم وده ساعدني طبعا ساعدني هو بص المدرسة مش هتعلمك تمثل إزاي إنما هت... لازم تنزل أرض الواقع بالزلط لازم تعيش لازم يبقى عندك فكل ما طبعا كل ما بتكبر بيهزر لك حاجات بيزهر لك حاجات ما كانتش موجودة وأنت صغير بتعامل مع الناس مش شبهي يعني بأخد منهم اللكنة أو طريقة الكلام ده كله بحث يعني بحث عشان أقدر أجيبه هنا وأستعدمه في شغلي فطبعا أنا بستفيد لما بسافر وبشتغل بره خلص لقائنا مع النجمة أمير المصري لكن لسا لقائتنا مع أبطال فيلم ريتسا مستمرة مع حضراتكم باتي هنشوف لقاء خاص جدا محاصري مع النجمة ما يلغيتي لما جالي الأول سكريبت خالص كان فيه مراحل تعديل جدا كان يعني كانت بان إن هو هيبقى عمل شوك وهياخد وقت طويل قوي وبالفعل أنا من ساعة مجالي السكريبت لحد ما بدأنا تصوير الفيلم كان عدة عدة شهور فبدأت الموضوع من هنا بس أنا من أول مقاريته حتى من قبل ما الكاست يكون مستقر عليه مية في المية أنا كنت عايزة عمله علشان القصة نفسها حاجة بالنسبالي هي زي ما بقولك القصة يمكن إحنا لحد دلوقتي أو مش لحد دلوقتي أو كان عندنا زمان ودلوقتي لسبب ما عندناش وفرة ده إنه مش قادرين نعمل أو نقدم أفلام أو قصص يكون بطالها واحد برا فكرة الترفيه صرف يعني اللي احنا بنشوفه في السينيمات حاليا هو أنه ممكن يكون أغلب لوقت فيه بطل واحد أساسي بدلوا القصة حوالينه وأغلب لوقت هو الأسباب طرفيهية ما بحسش أن أنا عقلي أو حسي الفني بيتم تغذيته من وانا بتفرج عليه بالضبط يعني يعني يمكن اللي احنا متوفر لنا دلوقتي هي معرفش ده ممكن تكون صدفة إنه القصة اللي فيها أبطال كتير فعلا بتكون بطالها هي القصة ما بيكونش القصة بتحاول تخدم على شخصها بتحاول إنها تحكي قصة قصة عدد أشخاص وفي الآخر اللي هيبقى في النغة المشاهد هو إيه اللي بيحصل هو إيه طيب ده هيعمل إيه ده هيروح فين مش مركز مع شخص واحد وبالنسبة لي هي دي السينيمة هي فكرة أنت داخل تتفرج على قصة مش تتفرج على أشخاص أصعب حاجة كانت حالة مريم المرادية طبعاً ميكس الأحاسيس اللي احنا اشتغلنا على ده جداً في الأول لإنه كان مهم قوي للمؤلف معتز فتيحة والمخرج أحمد يسري إنه ما نكونش بنقدم الشخصيات بطريقة سلبية أو بشكل سلبي إنه ما فيش حد ظالم في القصة دي ففكرة إن أنا أبان في الأول كشخص بيعامل حد بطريقة بردة أو جفة اللي هو المفروض شريك حياتي وإنت مش فاهم يا ليه ممكن تكون تعامل معي كده وبعدين تكتشف إن هي بتمر بشيء صعب جداً فكرة إنه لما حد بيكون بيمر بحاجة صعبة زي دي ويقرر إنه هو ما يشاركهش ده كان شيء صعب قوي لإنه أنت بتحاول تفهم ليه الدوافع بتاع الشخص هي ليه تعمل ده هي ليه ما تخليش الشخص ده يشاركها المعاناة بتاعتها أو التعب بتاعه فطبعاً كان مكس من المشاعر صعب جداً لإنه أنت في نفس الوقت بتحب حد بس مش عايز تقرب منه ومش عايز تقوله إن أنا خلاص باي كمان شوية فبالنسبة لي هي التعامل مع الحالة المرضية وإن أنت تعبر عن هذه المشاعر كانت صعبة جداً أنا أميرة صحاب جداً من قبل الفيلم من قبل الفيلم بفترة يعني وأصلاً كنت بقوله يعني على الفيلم من قبل ما هو كمان يتفق عليه أعتقد إن ده بان قوي كمان لإنه صعب إن أنت تبني حاجة مع حد أنت مش عارفوا كويس من الأول أغلب الناس لما لو أنت طالع معي كابل أو كده أو حتى أخوات أو أصحاب قريبين لازم تعود مع المماثب اللي تشتغلوا مع بعض إن أنتوا تبنوا ما بينكم كيميا معينة بس الحمد لله إحنا ربنا رزقنا إحنا أولادي عارفين بعض وصداقتنا قريبة جداً فالموضوع كان سهل كان دي أكتر يمكن حاجة سهلة وإن أنت كنت شغل ما حدا بيوفر لك دعم نفسي كمان طول الوقت وبيوفر لك مساحة إن أنت تكون نفسك وتعبر عن نفسك وإن هو خد وقتك خد راحتك ده بجد بيساعد في إن الممثل يطلق أحسن معامته كل النزل اللي كانوا في عرض الفيلم يمكنوا أهلينا يا صحابنا يا زميلنا فالهو أنا أنا مش عارفة بقى فأنا نفسي إن أنا أسمع عايزة شوف الفيدباك بتاع الجمهور عامة طبعاً في ناس ألت كلام حلو جداً الحمد لله من الصناع السليمة اللي إحنا كلنا من احترمهم على المستوى الاحترافي يعني بس بالنسبة لنا في الأول في الأخر الأهم إنه الناس اللي مش عارفة بقى التفاصيل ومش عارفة ده كان مكتوب إزاي ولا عمل إزاي يقول لك هو آه أنا حسيت بالقصة دي ولا لأ أنا استمتعت بيها ولا لأ أنا تعطفت مع الشخصية دي ولا لأ أنا بشارك في مسلسل أولاد عابت إنتاج MBC Studios إن شاء الله لأ وطبعاً في مجموعة كبيرة جداً من النجوم طبعاً موجودين فيه إخراج أستاذ أكلم فريد وتأليف أستاذ سماح الحري وهو إن شاء الله منتظر رمضان اللي جاي خلصت حلقتنا النهاردة يارب تكونوا عجبت حضراتكم طبعاً داروا تشوفونا على اليوتيوب وكاملاً على الجوبي خاص ببرنامج على الفيسبوك واستنوني نشرين سليمان وبرنامج سبوتلايت يوم الجمع ساعة 10 ومسان على صدى البلد شاو